بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية لقاءة تتواصلون خلالها مع السادة العلماء الأفاضل ويوجهون أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر رقمنا الهاتفي 05-37-68-51-60 أو عبر بريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية سعداء أن يكون معنا مرة أخرى في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الأستاذ سيد محمد ناصري أستاذ الحديثي وعلومه بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط أستاذ الفاضل مرحبا بكم من جديد أهلا وسهلا أستاذ سيد طيب مرحبا شكرا العالم الكبير الجليل المتخصص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن المديني رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول التفقه في علم الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصفه الثاني ووجدنا العلماء الحديث رضوان الله عليهم يهتمون كثيرا بعلم الرجال وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة والمتنوعة هذا التنوع فضيلة الأستاذ نقف عنده في هذه لحظات قبل أن نتواصل مع السادة المشاهدين والمستمعين الكرام لنعرف أولا هذا التنوع ثم علاقة هذا التنوع بتوثيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه شكرا للأستاذ الطيبة على هذا السؤال وأيضا سعيد بأن نقف وقفات مع هذا الفن وهذا العلم الذي يحق للأمة الإسلامية أن تفخر به علم الرجال أو علم الإسناد هكذا يسمى علم الرجال وعلم الإسناد كلاهما تسمي لنفس الموضوع هو من أهم العلوم التي ميزت الأمة الإسلامية علم الرجال حافظ لنا على هذه الثروة من الرجال الذين شاركوا في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بوجه من الوجه أي الذين دخلوا إلى الحديث ولو بوجه ولو كان من الكذابين يدون بمجرد أن ينطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون اسمه دخل الإطار دخل الإطار فلذلك علم المسلمين يمتاز بهذا الضبط لعلم الرجال وكما أسلفت ابن المدينة رحمه الله يقول التفقه في الحديث نصف نصفان نصف في فقه الحديث ونصف في علم الرجال نعم وهذا يدلك على المكان الذي احتلها علم الرجال لكن بالفعل علم الرجال جاء استجابة لأمر هام ألا وهو حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من طرق هذا الباب الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصدق رضي الله عنه عندما جاءته الجدة فسألته نصيبها وقام نصيبها في الإرث في الإرث طبعا وقام المغيرة بن شعبة وقال أنا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل معك غيرك وهذا فيه تمحيص لرواية المغيرة وتعضيض لها من جهة يعني ليس على سبيل التهمة ولكن على سبيل التثبت نعم فسنى للناس هذا النوع من التدقيق والتثبت فجاء محمد بن مسلم وقال أنا أيضا أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضرها بالسدس وهكذا كان أيضا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بعد الخليفة الثاني الأول وهو الخليفة الثاني لما طرق بابه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ثلاثا ولم يجيبه سيدنا عمر ذهب وانصرف فنادى عليه وقال له لماذا انصرفتا قال لأنني أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذن ثلاثا فقال له تأتيني من يشهد لك وإلا أوجعتك يعني هذا الحديث لم يبلغ سيدنا عمر لم يبلغه طبعا ولكن العبرة عندنا في قضية طلب الراوي الآخر هذا أيضا وجه من وجه التثبت فعرفنا من خلال هذه العمليات على أن القضية مبنية على الرواة الذين يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن متى ستبدأ العملية بحدة عندما اتسعت الرواية ودخل فيها من غير الصحابة لأن الصحابة الذين كانوا يرون الله عز وجل عد لهم فعلا قد يقول قائل هنا هل يحتاج صحابه إلى من يشهد له في رواية من الرواية مثلا طبعا هذا مع الصحابة مع بعضهم لأن مع بعضهم من بعض له أحكام وما بين الصحابة والتابعين لها أحكام لأن بالنسبة للتابعي لا صلة له برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة صحيح فبالتالي لا يستطع أبدا إلا أن يقبله وقد طبعا تم ضبط العملية الحفظ بالجيل الأول لأن حتى الصحابة طبقات كما سنرى في علم صنفهم فالطبقة الأولى التي كنا نتحدث عنها قررت وضبطت وأحكامت العملية وأحكامتها في الرواة الذين يرون طبقة التابعين ستقبلوا من الصحابة ولكن الصحابة سيمحصون في التابعين جيل التابعين الكبار كمحمد بن سيرين وكالشعبي رحمة الله الجميع هنا بدأ البحث في الرواة بالتقصي المقصود أما الدقيق أما معاهد الصحابة كان يعني لم يكن عمر رضي الله عنه يفعل هذا مع كل الصحابة لا بل قابلة من سيدنا عبد الرحمن بن يعوف قضية الطعون من غير أن يسأله هل معك من يشهد لك فهكذا يعني سيدنا عمر عندما يكون عنده شيء يدعو إلى التثبت أما إذا كان عنده يقين بأن فلان بالفعل ضبط الرواية فلا يسأل ولذلك لا بد أن أعرف هذه القضايا أنا أذكر هذا طبعا باختصار وإلا محل كلامنا نحن في علم الرجال وتنوع التأليف فيه لما اتسعت الرواية مع التابعين وإنقض الجيل الأول والثاني من الصحابة إذ الصحابة كانوا يعرفون واحدا واحدا ليه للأسباب لأنهم المصدر لنا للدين صحيح في هذه اللحظة أصبح السؤال عن الرواة واجبا ولذلك كان يقول ابن سيدنا رحمه الله لم يكن الناس يسألون عن الإسناد يعني بتفشي وإلا فالإسناد بدأ كما قلنا مع سيدنا أبي بكر ومع سيدنا عمر ولما وقعت الفتنة أي فتنة متعددة وقعت قلنا لهم سموا لنا رجالكم فيأخذوا عن الثقة ويترك الضعف هنا بدأ علم الرجال سنبدأ في التأليف في علم الرجال مباشرة في النصف الثاني من القرن الثاني في النصف الثاني من القرن الثاني بدأ التصنيف وإلا فعلم الرجال تقريبا من الربع الأخير من القرن الأول بدأ الحفظ التام للروات يحفظون أسماءهم ورحلاتهم ويحفظون مجالسهم ويحفظون أين دخلوا وأين خرجوا كل شيء يحفظوا طبعا النقاد فئة النقاد وفئة النقاد طبعا لم تكن يعني كل الناس كانوا نقاد كانت يعني محدودة طبعا يعني هي بالعشرة ولكن الرواة كانوا بالمئات والآلف فكانوا يحفظون هؤلاء الأسماء يعني هؤلاء النقاد يحفظون أسماءهم يعني يعني أحوال الرواة لكن في النصف الثاني من القرن الثاني بدأ التصنيف بدأ التصنيف وكان يعني بدأ مع الإمام الليثي بن سعد في تاريخ الرواة وبدأ مع عبد الرحمن بن مهدي وبدأ مع عبد السعيد القطان هنا بدأ التصنيف يسمى بالتواريخ والتواريخ هذه كانت تجمعوا الإحداث وارتبطوها بالروات هذا باش كان تاريخ المسلمين من أدقي حوالي تاريخ المسلمين يعني لأنه في التراجم وفي الحوادث حتى حوادث الزمان لأنهم لم يكن يورخون بالأيام كان يورخون بالإحداث فهذه قيمة التاريخ المسلمين وقيمة التاريخ في علم الحاديث بالذات بعد ذلك سيتطور التأليف هنا يعني التواريخ كانت تجمع الثقات والضعافة سيتطور التأليف بعد ذلك ليصبح على فني الطبقات وسنجد أول من يؤلف في الطبقات في مات في بداية القرن الثالث 207 الذي هو الواقيدي فهو أول من أوائل من ألف في الطبقات والذي على غراره وضع تلميذ بن سعد طبقاته التي تعتبر من أعظم كتب الطبقات طبقات بن سعد إذن ما الفائدة من كتب التاريخ وما الفائدة من كتب الطبقات وما الفرق بينهما كتب التاريخ اعتنت كما قلت بالأحداث وبضبطي التواريخ للروات نعم وذكر فيها أيضا الجرح والتعديل نعم وذكر فيها أيضا من رواء عن من رواء نعم لكن كتب الطبقات فيها هذا وتضيف شيئا آخر وهي أنها تعرفون بالاتصال من خلال الطبقات نستطيع أن نميز بين الروات الذين سامعوا من هذا الشيخ أو لم يسمعوا كيف؟ يكون عندنا راوي اسمه يشترك فيه عدد من الروات نعم هنا ممكن أن نتحدد عن المكتفق والمفترخ أيها عندنا نذهب يعني وحدة وحدة نعم في الطبقات يأتي الناقيد ويقول لك بأن هذا الراوي الذي هو حبان نعم ليس هو حبان لأن حبان يروي عن الطبقة الفلانية وحبان لا يروي عن تلك الطبقة لأنه لم يذكر في تلاميذ تلك الطبقة سبحان الله إذا اللحظة التمييز أيضا الطبقات اعتنت بطبقات الجهات طبقات الكوفيين طبقات البصريين طبقات فيقول لك هذا ليس من طبقات البصريين أو ليس من طبقات مثلا الشاميين وبالتالي لم يسمع من هؤلاء وهذا الاسم إذن لن يكون هو الاسم الصحيح بل الاسم الصحيح وكذا وكذا إذن من خلال علم الطبقات نستطيع أن نميز بين الرواة وإذا ميزنا بين الرواة نكتشف لانقطاع والاتصال إذن فعلم الطبقات يفيدنا في الاتصال ويفيدنا فيما ذكرتم عندما تتفقوا أسماء الرواة ويكونوا مفترقين في الإعيان عندي عندي عبد الله بن عمر فيها اثنان إذن أنا أستطيع الآن أن أميز ولكن أستعمل فن الطبقات إذن لما اتسعت الطبقات التي هي جيل من الرواة يشاركون في الشيوخ وقد يشاركون في السن أي أثنانهم متقاربة لأنه قد يشاركون في الشيوخ لكن ليس كل الشيوخ لكن عندما نقول بأنهم يشاركون في الصفات عندهم نفس الأثنان أو متقاربة تصير هذه طبقة وتذكر الطبقة التي تليها بمعنى التي تلقت عنها لما اتسعت سنصبح يعني هذه الطبقات التي يعني دخل فيها يعني دخل فيها أصحاب وكل من استطعوا أن يصلوا إليه من اسماء الرواة في الأسانيد نعم كطبقات ابن سعد جاءتنا طبقات للجهات طبقات الشاميين طبقات الكوفيين وهكذا فبدأت طبقات الجهات لأن كما قلت العرب من قبل كانت تنسب للقبائل لكن لما ذابت القبائل في الجهات بسبب الرحلة رحلة العلماء ورحلة الصحابة ورحلة يعني التابعين لم يعود بالإمكان النسبة فقط للقبائل بل أصبحت النسبة للجهات فنقول هذا بصري هذا كوفي هذا بغدادي هذا شامي هذا مدني هذا يمني أصبحت طبقات الكوفيين طبقات البصريين وكلها الهدف منها أنها تضبط لنا الاتصال هذه فائدة هذه الكتب التي تحدثنا عنها وتوثيق الحديث طبعا الاتصال وهذا أهم عنصر عندنا في توثيق الحديث وأيضا تفيدنا في الرحلات والتنقلات التي تنقلها هذا الراوي لنعرف مدى لقائه بالشيخ أو عدم لقائه وتفيدنا أيضا كما قلت في العلاقات التي يمكن أن تقع له مع بعض الرواة لأن بعض الرواة كانوا يدخلون أحاديث ضعفاء فنقول بأن هذا كان من تلك الطبقة التي كان يرويب مثلا فيها مع فلان فلاني الذي كان يدخل على الرواة ولكن هذا كان يميز بدقة بناء على هذا الذي قلنا يعني التواريخ وهذه المؤلفات على المدن وعلى الجهات بارك الله وفيكم نكتفي بهذا القدر في هذا العلم الجليل في الحقيقة علم رجال نرجع إلى ما تبقى إن شاء الله في حلقات في حلقاتكم والأخرى بإذن الله نستقبل أول مكالمة أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إبراهيم من مدينة أقدير أريد أن أسألكم عن الحديث التالي إنما العلم بالتألم وإنما الحلم بالتحلم هل هذا الحديث صحيح وما معناه وجزكم الله خيراً وأنتم أهل الجزاء إن شاء الله فضيلة الأستاذ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً الحديث في روايته نازال طويلاً هذا جزء فقط إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطاه ومن يتق الشر يوقاه هذا مروي عن عدد مروي عن أبي الضرداء ومروي عن أبي هريرة رضي الله وعنه وعن أبي سعيد الخدري ومروي أيضاً عن معاوية رضي الله وعن الجامعة فيه ومن يتوقع الشر ومن يتق الشر ما فيه رواية ومن يتوقع الشر فيه طبعاً فيه طبعاً فلذلك يعني الحديث على كل حال طويل أيضاً وفيه ثلاث من كنا فيه هذا الجزء هذا هو من رواية الطبراني عن أبي الضرداء مرفوعاً لرسول الله صلى الله طبعاً ولكن لا يصح لا يصح لأنه تفرض به محمد بن الحسان وهذا كذبوه وأيضاً مروي عن يعني بالنسبة للوقف موقوف على أبي الضرداء روية موقوفاً عن أبي الضرداء وأيضاً بعضه روية موقوفاً بسندين أيضاً صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله وفيه وفيه القرآن مأدبة الله وفيه وإن العلم بالتعلم هذا الشطر ثابت عن ابن مسعود وفيه أيضاً عن معاوية حسن إسناده رضي الله عنه حسن إسناده الحافظ بن حجر فيه إن العلم بالتعلم وإن الفقه بالتفقه نعم وإيضاً موقوف عن سيدنا معاوية فهو موقوف عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وخرجه طبعاً ابن أبي عاصم رضي الله عنه وفيه ومن يولد الله بيخالي وفيه قوة في الدين هذه تتمت حديث معاوية رضي الله عنه إذن فمجمل الكلام في هذا الحديث هو أنه فيه الضعف في الرفع الضعف في الرفع ولكن معناه ربما المعنى طبعاً المعنى صحيح المعنى صحيح المعنى فيه آيات تدل عليه وفيه يعني أحاديث أخرى تدل عليه يعني من أراد العلم عليه أن يبذل الجهد لا بدا في الآية في الآية يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفتاه ويقول للخضر لما هل أتبك على أن تعلمني مما علمت رشد ماذا قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبراً هذا العلم بالتعلوم بمعنى أنه لا بد من التكلف ولا بد من التصبر والجهد لكي تحصل العلم ويقولون ويقولون على كل حال بأن العلوم مطلقاً تحتاج إلى هذا وعبارة مهمة جداً في هذا الكلام في هذه الروايات العلم بالتعلم بمعنى أنه من أراد أن يتلقى العلم على وجهه لا بد أن يتلقاه عن أهله أما لو أنه رجع إلى الكتاب وحده فسوف لن يكون نابغاً في العلم كما يجب ولذلك كانوا يحذرون من علم الكتب وحدها إلا إذا كان قد تلقى الإنسان أصول العلم على الوجه ولذلك من تلقى العلم من الكتب دون أن يتلقاه عن أهلي التخصص في كل علم دائماً يصحبه الخطأ وتصحبه القراءة الفاسدة وتصحبه الأمور التي لا تكون نافعة في علمه لأنه يحتاج إلى من يوجهه لكتاب وحده لا يوجه لأن كل علم كل علم في أصوله أمور تكتب في الكتب وأمور تلقى أي علم هناك خبرة لا يكتسبها الإنسان إلا تحت دربة من مختص الأطباء يقرؤون يدرسون الطب ولكن لا يستطيع أبداً لا يستطيع الطبيب الذي درس في كل الطب أن يصير طبيباً إلا بعدما يدخل إلى الميدان ويمارس تحت رقابة طبيب وكم شاهدنا من الطلبة مع الطبيب المشرف عليهم وهم يزورون المرضى ونرى أنه بالفعل وكذلك العلم الشرعية وهي بالأساس التي تحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا لأنه إما علم الأديان وإما علم الأبدان وكل كلا العلمين إذا دخل العلم الفساد يكون الفساد عريضاً والعيوذ بالله ثم قالوا الحلم بالتحلم فهمنا العلم بالتعلم ولكن ما معنى الحلم بالتحلم بالتحلم نفس الشيء الحلم لا يكتسبه الإنسان اكتساباً إلا إذا تكلفه وصبر عليه ولذلك قالوا قديماً بأن الحليم لا يكتشف إلا إذا غضب إنسان قبل أن يغضب لا تكتشف حلمه فهو حليم لكن عندما يصار ويصيبه ويغضبه هنا يظهر حلمه فإما أن يتماسك ويتمالك ويأخذ الآخر باللطف وإما أن ينفع له فيضيع الحلم إذن الحلم بالتحلم أي لا بد من مجاهدة النفس ولا بد أيضاً من اكتسابه مع الناس الحلماء ثم قالوا من يتحرى الخير يعطاه أي كل من كان يجتهد في تحصيل الخير يتحرى التحري ومزيد العناية والجد في تحصيل المطلوب والمرغوب من يتحرى الخير يعطاه لا بد أن من طلب العلا أن يناله إذن فطلب العلا يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة وصبر مدمن القرع للأبواب أن يليجع لا بد نعم ومن يتق الشر يوقاه يتياط أمن يحتاط لا يمكن أبداً أن يليجع إليه الشر الذي يحتاطه من الشر ويبتعد عن مواقع الريبة ويبتعد عن مواقع ما يجلب له العار والدنس فنشك أن الله عز وجل سيحفظه وسيكون محفوظاً يعني هكذا إذن فهذا الحديث مضمونه في الحقيقة أن هذه العناصر الأربعة أو الخمسة بالأحرى أربعة أربعة أبداً عن الشر يحفظ نفسه وعرضه وماله هذه الأربعة لا يمكن للإنسان أن يحصلها إلا بتكلفين وجد واجتهادين وعندما يصير لك هذا الأمر ملكة تصير ناجياً إذن فالتعلم والصبر عليه والتحلم والصبر عليه ويعني طالب الخير والصبر عليه هذا كله في البداية يكون تكلفاً وبعده يصير سجية ولذلك قال أحد العلماء قديماً كانت في سياق قال يعني كابد نفسه ستين سنة والآن هو يصلي بلا تكلف يعني يقوم الليلة ولا يشعر بالعيال لأنه كابد نفسه وجاهد أو اجتهد حتى صار عنده قيم الليل وصار الورد للقرآن وصار الخير والإحسان سجية يعني ستين سنة من التكلف من التكلف طبعاً الإجتهاد هكذا بارك الله فيكم أستاذ الفاضل الأخ الريحاني عزيز من الرشيدية يسأل عن حديث من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء يسأل هل الحديث صحيح؟ ويريد بعض التوجيه يقول في معنى هذا الحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بالفعل من صره أن ينجيه الله في الشدائد والكرب الكرب أي الكرب نعم فليكثر الدعاء في الرخاء لاحظ يعني هنا يعني قضية بالفعل فيها مقابلة صحيح إذا أردت الله عز وجل أن يستجيب لك في الشدائد والكرب فأكثر الدعاء في الرخاء يعني وأنت لم تصل بعد إلى الشداء إلى الشداء نعم ويعني هذا الحديث طبعا أخرجه الترميدي هو طبعا يعني صحيح أخرجه الإمام الترميدي والحاكم وهو صحيح فيه من الفوائد في الحقيقة الشيء الكبير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصر والسرور هو الغبطة واللذة في شيء تطمئن إليه والسرور إذا أردت أن تكون مسرورا بشيء لا تخاف أن يزول منك وغالب ما يكون هذا في أمور الآخرة أزمى أمور الدنيا معرضة للزوار دائما إذا كنت كذلك وتصر في حالة الشدة أي لا ينالك الكرب والغم عندما تنزل بك الحادثة الشديدة والكروب هي كل النوازين التي تستحل بالإنسان وتكون شديدة يغتم لها الإنسان ويشعر بالقنط ويشعر بالآلام هذا كله يدخل في الكرب وفي الشدائد يقول لك أكثر من الدعاء في حال الأمن والعافية والصحة يعني في حالتك العادية في حالتك العادية عندما لا تكون مهتما وعندما تكون في حالتك الطبيعية أكثر من الدعاء سبحان الله والمقصود بإكثار من الدعاء هنا هو ذكر من الله عز وجل والثناء عليه بما أنعم عليك والدعاء من أجل أن يتجاوز عنك فيما قصرت في حقه سبحانه وتعالى لأنه إن تعد نعمة الله لا تحصوها هذا الاجتهاد يضمن لك النعمة بين يديك ويكون لك وقايا من الشدائد التي ممكن أن تنزل عليك هذا معنى تعرف إلى الله في الرخاء في الرخاء يعرفك في الشدة إذا نزلت الشدة تكون أنت قد تسلحت لها بهذا الفضل والخير من الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل بالمناسبة هذا يعني حتى في القرآن فيه ما يدل عليه الله عز وجل يقول وإذا مس الإنسان الضر دعان لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ومر كأن لم يدعنا إلى ضر المسه هذا فيه يعني ذنب في إنكار للخير يعني الله عز وجل هو يستجيب للإنسان في حالة الضرورة أم من يجيب المضر إذا دعاه ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده أن يكون هكذا لا بل يريد من عبده أن يكون مقبلا عليه في حال الرخاء لكي يقي أنفسه من الزلل في حال الشدة والقرب ولا يكون مثل هؤلاء الذين إذا مسهم ضر دعوا الله منيبين إليه ثم إذا كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعنا إلى ضر مسه في أي أخر فضلت السافل لأنه كان من المسبحين نعم يعني مسبحين في حالة في حالة الرخاء طبعا في حالة الرخاء وفي حالة الأمن إذن فهذا الحديث وهذه الآيات فيها نفس المعنى أي أنها تنبه الإنسان على أن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى في حال الرخاء منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى في حال النعم وفي حال الأمن مجتهدا في طلبه سبحانه وتعالى أن يحفظه ولذلك دائما الإنسان الذي يصطاد لابد أن يكون مستعدا قبل وإلا تمر عليه طريضة وليستطيع أن يصطادها فنحن أيضا في هذا المقام نقول هذا الحديث تنبيه للإنسان من أجل أن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى في حال الرخاء فإن ذلك يجعل الشدائد التي تنزل والقرب التي تنزل يسيرة ولا يشعر بها وليشعر بها بارك الله فيكم أستاذ الفاضي نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي فاطمة من مدينة سلا ما معنى هذا الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان هل هذا الحديث صحيح أم لا وشكرا الأخت فاطمة من سلاة تسأل عن حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان تسأل عن معنى هذا الحديث ثم هل هو صحيح أصلا طبعا هذا ليس حديثا هو يروى عن معاذي بن جبال ليس حديثا استعينوا على قضاء حوائجكم يعني ليس حديثا مرفوعا مرفوعا أيها ليس حديثا مرفوعا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإنك الذي نعمة محسود محسود هذا يعني هذا هكذا الكلام وهذا يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله وأيضا الإمام يحيى بن معين لا أصل له أو ربما هو حديث موقوف عن معاذ عن معاذ بن جبال نعم ولكن لا أصل له مرفوعا لا أصل له مرفوعا هذا المقصود ولذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات أيها طبعا لهذا الغرض نعم الكتمان مطلوب فضيلة الأستاذ في القضاء طبعا المعنى المعنى بالفعل صحيح في الواقع يعني تعلم بأن الصحابة يعني وأهل الحكمة غالبا ما تتشكل لديهم قواعد من خلال الممارسات والسلوك اليومي صحيح وهذا الكلام بالفعل له مصدق في الواقع غالب الناس غالب الناس يعني ما يتعرضون لنوع من الحسد إذا حلت بهم النعم النعمة من الناس من يحسدك عليها أي نعمة ولذلك كلما كان الإنسان يعني مستطيعا أن يمتلك أسراره يكون ناجحا فبقدر امتلاكك للأسرار تكون ناجحا وفي هذا إشارة إلى أمر الخطير وهو أن الأسرار هي أصعب شي أصعب شي ولذلك من أصر لشخصين وأذاع الشخص المصر إليه بذلك السر على الذي على صاحب السر لا يلومه لماذا لأن صاحب السر نفسه لم يستطيع أن يتملكه وأن يتحكم فيه فكيف بمن ليس بسره ولذلك يعني قلتم أصعب شي أصعب شي في الحفاظ عليه في الحفاظ عليه طبعا في الحفاظ عليه ولذلك يعني الحقيقة أن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان هي حكمة واقعية كلما كان الإنسان يعني قادر على أن يقضي مسائله ومصالحه في سر ومن غير شهرات ومن غير إذاعة يكون في أمن من الغير الذي يمكن أن يؤذيه وعادت الناس في الدنيا عادت الناس في الدنيا أن يكون هناك نوع من التنافس ففي بيعك وشرائك أو أي شيء إذا قضيت مصلحتك في سر المنافس لا يجد لك مدخالا لكن إذا ذعت خبرك فبدون شك أنك أعطيت فرصة لمنافسك أن يدخل معك في المنافسة فواقعيا يعني بالفعل والحسد فعلا له تأثير على النعمة بدون شك أن الحسد والعياذ بالله وخاصة وذبيمة الحسد يعني خاصة الذميمة ذمها القرآن يعني في أماكن يحسنوا الناس على ما أتاهم وأيضا حديث وردت في الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فالحسد طبعا خلق ذميم والناس على كل حال يوجد فيهم شيء الحسد طبعا فيه الإيجابي وفيه السبب بالمناسبة لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين نعم ولكن يتضمن معنا آخر معنا الإيجابي طبعا لا حسد إلا غبط يعني أنه يغبطك إلا فثنتين كأنه يعني يدفعك إلى هذا الأمر التنافس نعم التنافس طبعا ولكن طبيعة الإنسان هي هذه عندما تتأمل تجد فيه هذا الجانب من الحب الذات لأن الحسد ما معناه المذموم طبعا هو أن تحب لنفسك شيئا عند الغير ولا تحبه لذلك الغير تتمنى زواله تتمنى زواله هذا هو يعني الحسد وهذا أخطر إذن هذا الحسد يوجد لأسف شدي في الواقع يوجد ويعني الناس على كل حال يتفوتون في حبي في حظوظ أنفسهم نعم بارك الله فيكم أستاذ الفاضل الأخ الناجي عبد الرحمن أيضا من توريرت يسأل عن حديث من قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال يسأل أهل الحديث أولا يقول صحيح ما معنى طينة الخبال بالتأكيد هو الحديث عن ابن عمر وفيه بالفعل هكذا من قال في مؤمن ما ليس فيه هو أحد طويض بالمناسبة بدايته من من كان شفاعته في حد من كان من وقف في حد من حدود الله كفا كأنه ضاد الله إذا كانت شفاعتك في حد من حدود الله المقصود هنا يعني تمنع من أن يقام حد من حدود الله ومن خاصم بالباطل وهو يعلمه فهو في سخط الله ثم جاء أيضا ومن قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله رضغة الخبال رضغة الخبال الأخ الكريم كتب طينة الخبال هناك هناك رواية في طينة الخبال لكن الرواية الصحيحة حسنة بالمناسبة رضغة الخبال ورضغة الخبال تعريفها هو صديد أهل النار الذي يختلطه بالطين فيصبح وحل وعيذ بالله أسأل الله العافية وبالفعل يعني جاء فيه رواية أخرى بيان لهذا عصارة أهل النار قيل ما رضته الخبال قال عصارة أهل النار جاءت هذه بيان لمعنى رضته الخبال يعني ما يخرج من جروحهم يعني لما يعني يدخل أهل النار إلى النار بدون شك أن جسمهم سيذوب وعيذ بالله لأن نار جهنم نار مختلفة والعذاب فيها مختلفة على ما يمكن أن نتوقعه ونحن من أنها ستحتارق وانتهت القضية لا وهذا يعطيه صديدا يعطيه صديدا وعياذه بالله يعني يعني الدام المختلط والعصار يعني هذا ما يسميه بالردغة بالردغة وهذا يختلطه بطيني النار يعني كأن هذا الإنسان في هذا النوع من العذاب حتى قال في الحديث حتى يأتي بالمخرج من ما قال يعني حتى يؤكد هذا إما أن يتوب من هذا الصنيع وإما أن يذهب إلى الذي قال فيه ذلك ويطلب منه أن يسامحه فكيف نحن الآن نتحدث عن الإنسان في العذاب نعم كيف تتم توبته والتوبة في الدنيا نعم الحديث الحديث فيه معنى المجازي لا نقول معنى المجازي ولكن نقول فيه معنى الترهيب عفوا فيه معنى الترهيب بمعنى أن الإنسان الذي يقول في أخيه غيبة ما ليس فيه أما لو كان أخوه حاضرا فسيدفع عن نفسه طبعا وإذا دفع عن نفسه وكان الآخر في الباطل جاء قبله ومن خاصم مؤمنا بباطل وهو يعلمه فهو في صخط الله فالقضية لا مهرب منها يعني إذا اغتبته بما ليس فيه لك هذه العقوبة إذا لم تتوب في الدنيا إذا تتوب في الدنيا وطبعا يوم القيامة ليس هناك لأن في هذا الحديث نفسه يعني كلام آخر أنه من مات وعليه دين فإنه في الآخر ليس تمت ديرهم ولا دينا نحن على كل حال لخصنا يعني لم نتعرض للشطر الأول من الحديث لأن الغرض هو الشطر الثاني الشطر الثاني فيه تتم للكلام في هذا الشطر الأول إذن المعنى هنا أن الإنسان إذا اغتاب شخصا بما ليس فيه فإنه قد عرض نفسه إلى هذه العقوبة يوم القيامة فهو في رضغة الخابة ولكي وهو الآن يعني الآن كأنه نقول كأن الرسول الله عليه السلام يقول له أنت الآن وضعت نفسك في أن تجازع بهذه العقوبة نعم لكن إلى أن تقلع عنها عندك فرصة يعني عندك فرصة إلى أن تقلع عنها بأن تتحلل من الشخص الذي اغتبته وقلت فيه ما ليس فيه أو تتوب إذا كان قدمت لأن ليس كل الناس يمكن أن تتحلل منهم نعم هناك من تذهب إليه لتتحلل منه ما المقصود بالتحلل الفضيلة لأستاذ الإثم إذن إلى أن يأتي بالمخرج هذا المخرج إما هو التحلل أي تطلب منه الصفحة المسامحة وإما التوبة إذا تعذر التحلل إذا تعذر التحلل إذا لن نستطيع أن نصل إليه لكي نطلب منه المسامحة والصفحة فهذا هو المعنى فهو في رضغة الخبال فلسا معنى أنه يدخل إلى النار في رضغة الخبال وننتظر منه أن يأتي بالمخرج يعني انتهت القضية عندما يدخل أهل النار إلى النار لا يدخلون إلا بعدما يقوم الحساب التام ويعجز الإنسان عن أن يرد المظالم لأهلها في المحشر فعندما يعجز يأخذ الله عز وجل من سيئاته ويضعها عليه بعدما يأخذ حسناته والعياذ بالله نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكثب الكلام بغير ذكر الله فإن كترة الكلام تقصي القلب السؤال هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله وهل كل كلام بغير ذكر الله يقصي القلب وجزاكم الله عنا خيرا مباركة فيكم أنتم أيضا وأذكر السادة المشاهدين والسادة المستمعين الكرام برقمنا الهاتف 05-37-68-51-60 وأذكر أيضا من يريد أن يلتحق بنا عبر البريد الإلكتروني دروس نقطة حديثية أيروباسكي سنرتي نقطة إما فضلت الأستاذ لا تكثير الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام تقصي القلب السائل الكريم يسأل عن صحة الحديث وهل كل كلام يتسبب في قصوة القلب كما أسأل هذا الحديث في الحقيقة جاء مرفوعا من طريق ابن عمر جاء مرفوعا من طريق ابن عمر وجاء بلاغا عند الإمام مالك رحمه الله في الموطع رضي الله تعالى والمرفوع هو من رواية الإمام الترمذي وأيضا من رواية الإمام أحمد وفيه طرق قال عنه الترمذي رحمه الله حسن غريب وفي نسخة فيها فقط غريب وليس في زيادة حسن لكن نسخة المنذر رحمه الله التي أخذها في الترغيب التي يعبر عنها في الترغيب والترهيب في كتابه فيها حسن غريب حسن غريب في كل الحوال الحديث في درجة الحسن عند الإمام الترمذي وذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطع بلاغا عن عيسى بن مريم فيه هكذا لا تكثر الكلام فإن كثرة الكلام تقسي القلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي فضلهم سيدة تفضلتم نذكر السادة المشاهدين الكرم بمسألة البلاغ بلاغات الإمام مالك رضي الله عنه بلاغات الإمام مالك هي الأحاديث التي يقول فيها الإمام مالك رحمه الله بلاغني من غير أن يذكر سنادا يعني يقصي السند يعني يسقط السند يسقط السند السند إلى القائل بالمناسبة وبلاغات الإمام مالك طبعا لها خصوصية أنها وصلت غالبها ووصل منهم هذا الحديث؟ هذا وصله ولكن من طريق ابن عمار لأنه عيسى بن مريم ليس للإمام مالك يسند إليه لذلك الحديث هو من رواية ابن عمار فلذلك المقصود هو أن الحديث كحديث موجود عن نبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمار والبلاغات الأربع الأخرى التي لم توصل ذكرها ابن الصلاح رحمه الله ووصلها على كل حال لكن بطرق بأساني ضعيفة هل هذه البلاغات عند الإمام مالك رضي الله عنه الهدف منها الاختصار مثلا؟ البلاغ هو فن من فنون الرواية بالمناسبة صحيح لم يكن الإمام مالك رحمه الله وحده الذي فعله الإمام مالك وغيره فهو شبيه بمعلقات البخاري رحمه الله هذا يشبه هذا إلا أن الإمام مالك يصرح بلغاني ولكن لا يذكره عن من أبلغه لا يذكره من أبلغه المعلق أن يقول قال رسول الله قال معلق إلى صحابي معين قال معاد قال ابن مسعود قال إلى آخره ومن جملته قال معاوية هذا الحادث الذي قلنا عنه إنما العلم بالتعلم فلذلك يعني البلاغ هذا هو شأنه وهذا كان فيه في زمن الإمام مالك رحمه الله كان مشهور منتشرا كانوا يتخففون من السند وهذا لا يعني أنه رسله سند الناس يتوقعون على أن الإمام مالك رحمه الله تعذر عليه أن يأتي بالسند لا أبدا فلو كان كذلك ما استطعنا أن نوصلها فهناك بلغات التي وصلت عن طريق مالك بمعنى أنه هو من أسقط السند من وصلها في مكاين آخر مكاين آخر طبعا وهناك بلغات طبعا وصلت من غير طريق مالك فعرفنا إذن على أن هذا البلغ الذي قاله مالك رحمه الله يعني ليس قاسرا عليه بل كان معروفا متداولا عند غيره بارك الله إذن الحديث حسن ويسأل السائل هل كل كلام يقصي القلب؟ نعم طبعا نقصد به هنا الكلام بغير ذكر الله لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله معنى هذا الكلام أي الكلام إما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون منذوبا يعني الحكام الخمسة فالكلام المحرم فبدون شك هذا يقصي القلب بدون شك الكلام المباح إذا أكثر منه الإنسان بمعنى أنه مثلا هناك إنسان أو أناس يكثرون من الهزل حتى تصبح حياتهم كلها هزل بدون شك أن هذا سيؤدي إلى أن هذا القلب لم يعود ذاكري لله عز وجل يعني تطغى عليه الغفلاء نعم وقلنا بأنه إذا أرضنا أن نكون متحلمين وأن نكون لابد أن نتحرأ إذا أرضنا أن نكون متعبدي لابد أن نتحرأ فلذلك جاء هذا التنبيه هذا التنبيه جاء لهذا الغرض من الإكثار من الإكثار يعني حتى إذا دخلت في المباح فأدخل في المباح بحدود يعني لا تجعله حياتك كلها يعني بهذا الهضر للزمان والهضر للوقت حتى لا يتضرر قلبك ويبتعد عن الله عز وجل لأن القلب إذا أرتو أن يكون ذاكراً خاشياً فلابد أن تدربه تدربه على الخشوع تدربه على الذكر تدربه على تذكور نعم الله عز وجل تدربه على وهكذا التدريب القلبي يكونوا بالإكثار من فعل الشيء إذن الكلام المحرم هذا لا دخل لنا به إنه أصلاً محرم الكلام الواجب فالإكثار منه واجب يعني منذوب الكلام الواجب فواجب أن يكون نعم والكلام المندوب الإكثار منه منذوب أيضاً كثرة الذكر كثرة الكلام في العلم مختلف العلم طبعاً أقصيد يعني لا أقصيد العلم الشرعية فقط وإن كانت يعني لها حضوة أكثر ولكن حتى العلوم أيضاً أخرى العلم طيب كل العلم على كل حال النافعة التي تعود على البشرية بالخير الإكثار منها أيضاً هناك يعني من ينقطع للتعليم فهذا فيه خير طبعاً شريطة أن لا يغفل عن الله عز وجل ويغفل عن الأشياء التي تكون طبعاً كما قلنا واجبة فإذن المقصود هنا لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله بغير ذكر الله أي المباح الإمعان فيه أما إذا كان روحه عن نفسكم فتروحه مطلوب يعني ساعة وساعة فهذا مطلوب لكن أن يصير وقت الإنسان كله هاضراً فهذا هو النهي هنا أما الكلام الحرام فهذا بدون الشك هذا مفروع منه والقلب القاسي طبعاً والعياذ بالله هو القلب الذي لا يتعظ هذا هو في الحقيقة المقصود هنا عندنا القلب القاسي هو القلب الذي لا يتعظ أي يقرأ عليه قرآن الإنسان ولا يتحرك فيه شعور يقرأ عليه يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرك فيه شعور يرى الظلم لا يتحرك فيه شعور هو يظلم ولا يتحرك فيه شعور يؤذي الغير ولا يتحرك فيه شعور هذا قلب القاسي والعيذ بالله إذن فالقرب القاسي هو الذي لا يحل حراما لا يحل حلالا ولا يحرم حراما والعيذ بالله هذا هو تقريبا الران المذكور في القرآن الكريم كلاب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والران هو العيذ بالله إذا وقع على القلب كما قال صلى الله عليه وسلم يصبحوا كالكوزي مجخية كالكاس مكفي يعني لا يمسكوا خيرا أبدا بارك الله فيكم نستقبل ربما آخر مكالمة في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الحديث صحيح الأخ الفاضل يسأل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بالفعل هذا الحديث صحيح باختصار هو من حديث معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وإذا قلنا من كان آخر هي القضية على قضية النصب على الاسمية أو الفاعلية يعني إذا كان آخر يعني كانت تامة تامة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بالفعل الحديث كما قلت هو صحيح من حديث معاد ومعناه واضح طبعا المقصود به إذا ختم للإلسان بهذه الخاتمة في آخر عمره عندما تريد الروح أن تفارق الجسد أو كان آخر مكان وبعد ذلك مات فإن الله سبحانه وتعالى سيدخله الجنة ولو حوسب في آخر المطاف فإنه يدخله الجنة حتى يفهم الناس لأن هناك من يقول طيب ما تكون عليه مظالم وعلي كذا نعم الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من فضل لا إله إلا الله سيدخله الجنة والمقصود هنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله رسول الله أي لا بد أيضا من أن تقترنا الشهادة بالإيمان بالرسالة ولذلك قال العلماء لا إله إلا الله لا قابون على كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن المقصود هنا ما قال لا إله إلا الله وهو مقن بالوحدانية لله وأيضا مؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مصره الجنة بإذن الله تعالى ونشك أن الله سبحانه وتعالى يوفق عباده الصالحين إلى هذه الخاتمة هل لهذا الحديث مفهوم مخالفة مثلا ما لم يقل نعم لا يسألهم مفهوم مخالفة طبعا لأنه يعني قد تأتي موت الفجأة نسأل الله العافية ويكفي الإنسان في هذه الحالة يقول العلماء على أنه هو على أصل الفطرة على أصل الدين إذا كان على أصل الدين قد تأتيه موت فجأة ولا يقول لا إله إلا الله قد تكون حادثة ولا يقول لا إله إلا الله فالمقصود هنا أنها جائزة لمن ختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كان على لا إله إلا الله محمد رسول الله في حياته فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه بالجنة بحول الله في الحقيقة كلمة لا إله إلا الله أفضل ما قيل في الأرض فضيلة الأستاذ بالتأكيد لأنها عنوان التوحيد فيها الإقرار بوحدانية الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض يقضي في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن نلقى الله تعالى بها اللهم آمين بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ لا يسعنا في آخر هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بكم إلا أن نشكركم جزيل الشكر أنتم سيد محمد ناصري أستاذ الحديث وعلومه بمؤسسة دار الحديث الحسنية بمدينة الرباط شكر الله لكم وباركة فيكم ونفع بعلمكم وأنتم أيضا مستمعي الأفاضي المشاهدي الكرام شكرا على حسن متابعتكم وحسن تفاعلكم معنا في هذا البرنامج الحديثي النبوي الشريف شكرا لكم وأذكركم على برقمنا الهاتف شكرا جزيلا أيضا على السادة الفضلاء الذين سهروا معنا في إعداد هذه الحلقة من التقنيين والفنيين شكرا للجميع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى